طيب أنا حعرض عليكي شوية صور وتوجهي رسائل لكل شخص في الصورة يلا بي دي حاجة حلوة لذيذة لذيذة يلا نبدأ بأول صورة لطيفة زي لطيفة هايفة هايفة هايها فنانة محترمة إنسانة طيبة جداً وجميلة جداً جداً عمر طبعاً عمر وممثلة جمدة طبعاً صراحة دي حقيقة اه اه أنا بحبها جداً صراحة حبها قوي وأنا بعموت فيها كمان فيش حد ما بيحبش هايها حصل بينكوا سوق فهم فترة فهمتني غلط هايفة دي مثلاً من الناس اللي فهموني غلط أيام برنامج يلا نغني على MBC كان فيه طبعاً الأعداد هم اللي بيحددوا مين بيجي غني لأنه برنامج طربي وأغاني طربيا يعني هي نفسها هايها بتقول أنا مش مطربة فمش أنا أنا اللي بقول لهم لا ما تجيبوش ده هاتو ده خالص بس محقولة لطيفة ملهاش ليه دي خلق لتقولي أنا عايزة أو مش عايزة أنا ما جبت سيرة هايها خالص ولو عارضوا وقالوا يجيبو هايها أكيد هقول لهم آه وحتغني أغاني أكيد تتليق بيها لأنه هي فنانة زكية يعني هي مش 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 فنانة جهلة يعني طيب تعالي في فيديو عايزة كي تبصي عليه يعني أنا بعرف شي عنه بعرف إنه قالت عني إنه أنا آآ إنه هي ما بتستقبلني ببروغرامة أنا ما عندها فقرة منولوج وأنا بقالها صاري آآ بس لطيفة فنانة كبيرة كمان شو بعملها يعني إذا فنانة كبيرة تقول عني منولوج بس يعني قلتاني كتير هي لا يا عمر يا حبيب يا لطيفة أنت لو تعرفي تاريخ المونولوج في العالم العربي حتفرحي قوي يعني بجد يعني هو 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 المونولوج ده إيه المونولوج ده حاجة فنية رائعة جدا هو قالب غنائي اسمه المونولوج زي ما فيه دور غنائي زي ما فيه قصيد زي ما فيه آآ موشح زي ما فيه آآ اغنية عاطفية اغنية وطنية ده قالب غنائي صح هو ولا آآ يا شباب مش كده صورية حلمي آآ صورية حلمي من أهم مطربات المونولوج دي حقيقي إسماعيل ياسين لا يرحموا شكوكو ولكن أنا يعني أنا بالنسبة لي هايفا كان ممكن لو جت مثلا في برنامج تغنية حاجات لغنتها السيدة سعاد حسني مين غيرها أغاني تانية تليق بصوتها يعني بس أنا ما تخيلش أنهم كلسوم يعني هايفا هتغني لهم كلسوم مثلا طب أنت شايفة أن أغاني هايفا مونولوجات؟ لا حاجات خفيفة يعني؟ لا لا مش مونولوج مونولوج دليق قيم تانية هايفا بتغني أغاني فنية حلوة جميلة ولزيزة وخفيفة ولزيزة حلوة ولائقة على صوتها